اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه تم الاتفاق مع سويسرا على تقديم شكاوى حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ونشرها في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والأمم المتحدة فطح المخططات الاحتلالية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم جمع المالك مع نظيره الهنغاري سيارتو بيتر في مدينة رامال المحتلة استعرض خلاله الوزير الفلسطيني تطورات الأوضاع في فلسطين خاصة ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تعسفية وعمال إرهابية تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية إضافة إلى الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال لايس فقط ندين كل عملية بناء تعتبر غير قانونية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن عملية الاستيطان الممنهج وإنما أيضا نرفع شكاوى إلى الجهات المختصة المختلفة الآن نحن أضفنا بعضا جديدا على تلك الجهات التي نتعامل معها وهي محكمة الجنائية الدولية اتفقنا مع مكتب المدعية العامة بأنه فيها بواب استمرار بأي جديد يطرأ فيما يتعلق بالملفات التي قمنا بتقديمها لتلك المحكمة بما فيها ملف الاستيطان خصوص موضوع وسم البضائع المنتجات وأهمية هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي لأن كما هو معروف المستوطنات هي غير قانونية وغير شرعية وبالتالي كل ما يخرج عنها وينتج عنها هو أيضا غير شرعي وغير قانوني